السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وأسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب ليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لي الخبر كل الأهلوية وحتى كل الزمنكوية يتكلم عنه حاليا وهو خبر فسخ التعاقد ما بين النادي الأهلي وبيرستاو هذا الخبر عالي تماما من الصحة كانت تناولته موقع أو تناوله موقع قناة سوبر سوبرت الجنوب الأفريقية وقالت أن النادي الأهلي قرر فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب بيرستاو هذا الكلام عالي تماما من الصحة بيرستاو موجود مع النادي الأهلي لحين إشعار آخر عقد عرض بيع عرض أعارة لأن الأهلي بيرحب بيبيع بيرستاو ما فيش في أي مشكلة لكن يمشي فريدي لأ البعض من الأهلوية بيتكلموا قال لك مش مشكلة بيرستاو يمشي البعض من الزمالكوية استغلوا الخبر كنوع من أنواع ضربه في الإدارة منهم خلد الغندور إزاي طبعا بينفي بصيغة الهجوم على الكابتن محمول المجلس أنا لا أظن ذلك إزاي الأهلي يفسخ عقد مع لاعب لسه جايب من سنة ودافع فيه تسعين مليون جنيه هذا الكلام كذب يعني النادي الأهلي تقريبا يمكن جايب اللعبة أقل من أربعة مليون دولار ومتقسمين على دفعات مش ياخدهم مرة واحدة فبالتالي فكرة رحيل بيرستاو بشكل مجاني فدي مستبعدة تماما 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 ثم تسعين مليون جنيه نشوف هنا كنا بنتكلم عن الدولار كام يعني حوالي أربعة مليون أو يمكن أقل يعني حوالي مثلا لو حتى بقولنا الدولار بيشفاهه تأتمانين مثلا ولو إنه كان جايب أقل يعني فهذا المبلغ تاني وتالت وعشر والمبلغ مقسم على دفعات مش مرة واحدة لكن خالد الغندور بيصور بجر سنة دارة الأهلي على أنه بيهدر مال عام يعني وفي نفس الوقت بيتكلم زي ما تكلمه قبل كده عن حسين الشحات حسين الشحات الأهلي جابه من العين بمئة وخمسين مليون الأهلي وقت ما جابه من حسين الشحات من العين كان حوالي تقريبا خمسة مليون دولار خمسة مليون دولار شو بقى من كم سنة من خمسة ست سنين كانوا الدولار بكام يعني الصفقة كلها حوالي كانت متكلفة تمانين مليون جنيه تمانين مليون جنيه كان حسين الشحات هم دربوا الرقم في اتنين هلهم مئة وخمسين مليون جنيه ومين واللاعب وبتاعه لكن لازم أصدر أزمة للكابتن محمود الخطيب وعمل مشكلة وخلاص زي الكلام الهاري اللي بيهروه دائما وقبلا على شاشاتهم والنادي الأهلي وتركي قال الشيخ وفلوس وهدايا وساعات ورجع الساعات والقاضية وتركي الشيخ اشتكاكو وخدتوا متين اتنين وستين مليون وخدتوا وهم ماخدين أساسا أكتر من تلتمائة وخمسين مليون من تركي قال الشيخ فلوس تبرعات إلى جانب الفلوس اللي دفعها لابو طيب والنقاز قال الرغم أنه مطيب رافع وشك وشك والدناس زمالك في الفيفا لسه لم يتم البد فيها يعني والنقاز وفرجاني وحتى جروس كل هزي الفلوس راحت على حسابات مرتضة مدخلتش حسابات نادي الزمالك حتى غير فلوس تانية مية واحد وخمسين مليون دول المعلنين يعني غير حاجات تانية بقى تركي الشيخ ومرتضى مشغال على قناة نادي الزمال والقناة الأخرى رجع الفلوس رجع الساعات يا خطيب وقلنا مليون مرة في شهادة بتبرق ساحة النادي الأهلي من شوبة الجرائم أو العدون على الجرائم المال العام وفي نفس الوقت ان الفلوس راحت في مكانها الطبيعي لانه مكانش فيه اتفاع ولا فيه اي شيء يلزم منها الفلوس يتصرف في المكان الفناني حتى الهدايا اللي كان او المكافئات اللي كان بيرصودها تركي الشيخ كان خطيب يقوله منت بنفسك اديها اللعيبة بنفسك كمان مع اللعيبة وتدفع لتدي اللعيبة ده اللي حصل في النادي الأهلي فاحنا معانا شهادة من النادي الأموال العامة زي ما تكلمنا ومعانا مستندات من صندوق تاحي مصر انه تسلم هذا المبلغ في الكاميوم اللي فاته في ظل الكلام اللي حصل كل شوية حتى تحدكت جبلي ما يزوز انت بدأت بتاعي صندوق تاحي مصر نادل أهلي استصدر ومستند من صندوق تاحي مصر ان فلوس راحت بالفعل والفلوس راحت بالفعل مش لسه النهاردة موجودة بقولك باند في الميزانية لكن من كثرة الكلام الفارغ فاحنا طلبنا فالورقة جات من يومين ثلاثة كده الخطاب او المساور انت بقى هنا مرتضى منصور الزمالك ويا زمالكوية امتى هترجعوا فلوس تركي قال الشيخ لصندوق تاحي مصر همتى هترجعوا ما اخذتوه من تركي قال الشيخ على غرار النادي الأهلي ترجع رأى من تركي قال الشيخ لصندوق تاحي مصر بهدايه بكله وأنت بقى فين? لأ انت من أنت مني لصندوق تركي قال الشيخ مرتضى الاحدى قال لك تولك الشيط في رسالة راحط له مش عارفة رد عليها قال يا شحات قال لي الزمالك قالوك يا شحات وقال النمت وصحيت كالت بديلة من عندي الشحات وقالها وش لحمد عفيفي لما سؤل انت دلوقتي خزلت الزمالك وروحت تاني للأهلي بعد الصلح يعني ولما رحت الزمالك استقبلوك استقبال الفاتحين قالك استقبلوني استقبال الفاتحين مش لسواد عيوني يا عفيفي علشان جرس علشان النقاز علشان بطيب كل دي الأمور وقبل كل عشان أنا أهلاوي مو كايدة يعني في النادي الأهلي يعني وبعدين رد وش قال لك وكادة أنا مش جمعية خيرية حصل ولا ما حصلش ففي هاشتاج دلوقتي جميل النادي الأهلي مطلعاء رجع فلوس تركيا مرتضة ولا مرتضة رجع فلوس تركيا مرتضة رجع فلوس تركيا مرتضة الهاشتاج رجع فلوس تركيا مرتضة هاشتاج ترند رقم واحد موجودة هل مرتضة منصور هيشوف الترند ولا أعمى هيودي وشه هيخبه وشه يعني مش هشوف الكلام ده لا 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 هو أرجع قصة حتى بقاله كم فترة يطلع بعد ما عارف وتأكد منه القصة بتاعت صدق تحية مصر صحيحة والخطاب وتأكد ها والأهلي هو جابنا ورق عشان محد نقفل القصة والشهادة أهيه بتاع بقاله كم يوم لكنه مش مستبعد يطلع يتكلم هو كل الكلام اللي بيقوله مرتضة كله غير حقيقي لكن بيلقى أهزان صاغية من جماهير النادي الزمالك والبعض بيرد أقسم بالله في الكام يوم اللي فاتوا دول كم سفلات وتعريقات سفلة بدون أي مبرد لمجرد انت بتقول الحقيقة واحد يخش يجتمك لمجرد ان انت بتقول وانا عندي شهادة اهو رجع الساعات يا خطيب رجع قولك ونتكلم والخطيب ملاك يا عام يا سيدي ما تقول لي هاجا قال لا لا ما انتوقع سمسارة وفلوس وخاتت فلوس دورك كم من الناس اللي تم تجهلها والعقول اللي تم تبورها الفترة اللي فاتت من مرتضة منصورة والإعلام الزمالكاوي دول اعتقد ربنا سبحانه وتعالى يحسبهم على عقول العيال اللي بغضت دي بعض العقول العيال اللي بغضت دي نبيل الحلفاء ويبدو ان هجوم مرتضة منصورة عليه وقال له هترجع تعالى وتشترك الأشرة بزاك وان عارف حالتك نفسها عندك مئة وسبعة سنة يبدو بسبب ان اهل الاهلي يوافق على اعارة الدوري للزمالك لموسم جديد يعني فمرتضى اتكلم وهاجب نبيل الحلفاء ونبيل الحلفاء يبدو بقى انه بيقولك ايه بخسارة بيرمتس يصبح الزمالك والفائز بالدوري اللي 14 في تاريخه مبروك لأصدقائنا الزمالكاوي والجمهور الزمالك والعيبة وجهازه الفني تسعدنا فرحتكم الزمالك وجمهوره عشة عمره مليئة بذكريات لا تنسى ربنا يجمعنا بالخير وبالمحبة دائما ده كلام نبيل الحلفاء ابراهيم سعيد قال كلمتين حلوين فيما يخص مرتضى منصور وتهديه طبعا سمعته بالقبس مرتضى منصور بيهدد ابراهيم سعيد افتح لك قضية الزنا على شاشات التلفزيون ابراهيم سعيد لم ينكر نفس الوقت احرج مرتضى منصور وقال مرتضى منصور انت غير امين وطالب كل من له قضايا لدى مرتضى منصور انه يسحب القضايا محدش يتعامل مع مرتضى منصور لانه شخص غير امين على قضايا وبيستغلل هذه قضايا لفضح وموكلي قال لو انت عندك قضية ليا هتطلعها يعني انت غير امين وراجل لا تستحق ان الناس تأتمنك على شغلها نصيحة لكون الناس محدش لا يأتمن ولا يوكل الراجل الخرفان ده في اي شغل احسن فضاح لا يؤتمن مش كده ولا ايه وكل شاب له اخطاء ولكن رحمة ربنا تسع كل شيء وربنا غفور رحيم وتعلمت من اخطاء بفضل الله لان لان قابل التوبة هداني وعلى فكرة انا ممكن برده اقولك ان ليك عندي فضايح ومصائب وحكايات ليك ولعيالك ولا نسيت عموما اللي انت قلته ده ما كانوا القنوات الشرعية والنيابة لانك ارتكبت جريمة وهتتحاسب عليها ده كلام ابراهيم سعيد في رده على مرتضى منصور قلت لحضراتكم بالامس ان الوزير اجتمع بكل من جمال علام رئيس الاتحاد ونقاب الرئيس خالد الدرندلي ورئيس الربطة احمد ديابوسيف الوزيري رئيس شركة استادات لمناقشة بعض الموضوع منها كافة حقوق البس الخاصة بالاندية المصرية انتو عارفين كحكة كبيرة وسبوبة كبيرة وطورتة كبيرة موضوع البسنا الرعاية والبس نادي الاهلي المفروض عقد الرعاية بينتهي بنهاية هذا الموسم وفي عروض رعاية بمبالد طائلة من خارج مصر قطرية وغير وغير اماراتية فلوس كبير كتير ورعاية يتخطى المليار كلمنا عن رعاية نادي الاهلي واي شركة او اي حد بيرعى النادي الاهلي هو في ام النادي الاهلي ولا امه محمد شبان الزملكاوي ماي كان كان موجود لكابتن حسن حملي ورعاية الاهرام للنادي الاهلي قال ان الاعرام استفاد من النادي الاهلي تلتمية لمئة فعند الاهلي إن كان ي يقضي 200 مليون فكان دية امه 200 مليون بدية الاهي 200 مليون و tempista 300 مليون بدرجة ان الاهرام مش قادر يعوض حتى الان رجل اعلانات زي الكابتن حسن حمد فالوزير بدل ما يتكلم عن منشآت عن توفير كل شيء الاندية ودعم الاندية وطلوات الاندية بتكلم عن البس علشان كده النادي الاهلي الحرب عليه الشارسة وهتكون الفترة المخبلة شارسة طبعا اللي بيرعى النادي الاهلي هي شركة تتبع الدولة شركة تتبع الدولة اللي بيرتفى في عين خمسة وعشرة هي بريزينتيشة خمسة وعشرة فالنادي الاهلي خلال الفترة تقول لك عنده عروض فالشاركة بش فالنادي الاهلي الفترة اللي جاء بقى لازم يكون في ظهر الكابتن ايضا بالنسبة للبس التلفزيوني النادي الاهلي من حقه انه يسوى ويبيع مبارياته منفردة حتى لو مش هيبيع من حقه انه يزيع على قناته يعني شارك النادي الاهلي خدمات الاعلامية او للانتاج الاعلامي المباريات ده لو هزيع ممكن ابيع لأي قناة اخرى مباريات انا بس انا عندي سبعتاشر مباراة دول اللي تلعب على الارض بتوعي اسوأهم كيفما اشاءوا من المبلغ اللي انا اعيزها لكن محدش هيسيبه النادي الاهلي عشان النادي الاهلي هيحاول هو الاهل الخطيب يا سين مصور شخص هيحاوله ومحدش يقول بقى النادي الاهلي فرطه بتاعه في حاجات بيبقى الواحد غصب عش بييده يعني لكن ان شاء الله الاهلي هيحاول انه يستفيد اكبر استفادة من عواد البس ومن الرعاية بالنسبة لي احمد مجاهد رئيس اللاجنة السبق اللي خربه احمد مجاهد اللي ضغط النادي الاهلي لموسم الماضي احمد مجاهد اللي خبه خطاب اطاف نادي احمد مجاهد اللي ايد سيف الجزيري كل هؤلاء مجاهد ايد الجزيري مجاهد خبه خطاب واقف القيد مجاهد خربه ومشي بيقولك بينصح النادي الاهلي مجاهد اللي بيقول لك أنا رعي الفساد اللي تلع عليك المرتضى بيقول له جمال مجد عبداللاني قال عليك البنطرون فالله أنا أكتر راحت خدمة نادي الزمالك مع المصرفة تحت الساعة 12 القيد لأحمد عالف نادي الزمالك عليك مبروك أحمد بياد مبروك لنادي الزمالك إدارة وجهاز فني وإداري ولاعبين وجماهير بطولة مستحقة حظ أفضل لنادي فريق تئيل لا ينقصه إلا تحقيق البطولات نصيحة للنادي الأهل المصارحة مع النفس ومواجهة الواقع أول طريق للإصلاح ما احنا قلنا مواجهة الواقع هو واحد زي حالتك غير مسؤول لما حتى كمان في الاتحاد الأفريقيا عاوز يخرج ندل قليل بطولة أفريقيا فحرض وحرك القصة في اتحاد أنت أحمل مجاهد إيه لذلك لازم يستخبأ وقسم بالله أنا مش عارف يا أخي أنتو إيه أنتو إيه يا أخي أنتو إزاي كده واحدة مزيعة معرفش ملاقاش علاقة بكرة القدر اسمها مفيدة شيحة طلعت قول لك شيكبالة اللي اتمنى أن نحن نكون السنة الجاية في النادي الأهل يا شيكبالة فالأهل فريق بطولات شيكبالة مين يا مفيدة ما تخليك في الطبخ وخليك الستات ما بيعرفوش يجذبوا ولا ما بيعرفوش يعملوا محش يا مفيدة خليك في اللي أنت فيها يا مفيدة مين اللي ييجي فين يا أنت مش عارف أي حاجة يا مفيدة أنت مش عارف شيكبالة واللي بعملوا ولي بيعملوا جمهورها مش عارفوا عجب وإيه؟ طيب ما تفتش دون مش عارفوا تتكلمون إن حاجة يا أخي على أساس إنها أهلوية يعني الأهلي بعض المواقع، قلت لحضراتكم من بداية الأهلي مفيش نية إنه يفرط فيه أفشا لكن فيه عروض لأفشا من نادي التركي أه، وكيله تكلم أه، العرض المالي قليل أه لكن الأهلي ما درسي الموقف نهائي المجرد أنا مش هفرط فوكيله قال لك العرض المالي قليل نحن نحاول مع النادي التركي، لكن ثاني وثالث وعاشر شغله أكبر طب ما بعيد عن أفشا، ولكن شغله أكبر ما هو الوكيل لو النسبة بتاعته العقد بتاع اللاعب زادا، الوكيل نسبته هتزيد يعني فطلع اتكلم، النادي الأهلي رفض هذه القصة فالوكيل طلع يتكلم في كل القنوات وبتاع على أساس النادي الأهلي، هم أنتوا حد أجيل أفشا تب ما نعد العقد، نزود العقد، نحن الرجل رفض عرض عرب ومبلغ كبير لي لجي وهو مبلغ كبير لي ولية، النادي الآن مبلغ المعبد عليه قليل جدا جدا فقصة كلها شغل وكلة وفلوس لكن أفشا كما لأكدت لحضاراتكم زي وايا بالمنطق، الأهلي ما عندوش برصاني على العب واحد زي أفشا في النهاية، شكرا على حسن تابت حضاراتكم ودمتم في أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته